اهلا بكو عزيزيزي طلبة الطبيبات التعليم الفني في حلقة جديدة ببرنامكة في بيتنا مدرسة حالتنا النهاردة طبعا فيها مادة جديدة وتخص طبعا الدبلوم النسيجو هي مادة الفحص والتحليل يمكن طبعا المواد الفنية بتاعتنا بشكلها وبيوضعها وكل المعلومات اللي فيها منحس دايما ان هي متربطة مع بعضها كده منيجي اتكلم في مادة ببصها الآن وانا بتكلم فيها بحس ان الداخل في مادة تانية فما نقلقش بالكلام ده ده تأثير هيجي لنا في الامتحانات فما نخافش منه انه ده الطبيعي فعلا ان المواد بتاعتنا مرتبطة ببعضها مرتبطة بمعنى ايه؟ المعنى ممكن اكون باتكلم في مادة مثلا زي الرسم الفني هلا اني بستخدم جزء من الالات فيها جزء من التراكيب النسجية هكذا اتكلم في الفحص والتحليل مثلا من مادتنا النهاردة هلا اني برضه بستخدم نفس الموضوع باتكلم فيه الالات بالاضافة اني باتكلم فيه المعدات وباتكلم كمان في التراكيب النسجية في قلب المادة نفسها عشان كده هنبدأ يعني هنتكلم عن الجزء بتاعنا يعني هنخليه بحاجة كده شبه مراجعة او بحاول ان احنا نجمع فيه كل الجزء اللي احنا نقدر نستوعبه في الفترة دي وان شاء الله طبعا عشان نكون جاهزين الامتحانات ان شاء الله في الفترة الجاية بعد ما نكون اه نقوم دينا كل المعلومات الخاصة بالمادة بتاعتنا فبالتالي لو اتكلمت عن مادة فحص والتحليل احنا اخدناها في السنة تانية وكان الغرض منها ان انا بمشي الموضوع بتاعي اللي انا تعلمته بالعكس يعني ايه بالعكس يعني في الطبيعي ان انا برسم تصميم بعمل مؤيسة اه بجهز اه سدى بجهز مكنة ببدأ اشتغل ده الطبيعي العكس بقى معي في الفحص والتحليل يمكن جزء من ضمن الاجزاء المهمة اللي عندي فيه عملية التحليل نفسها مش عملية الفحص فحص وضع والتحليل وضع تاني جزء مهم في التحليل ان انا بمشي كل البيانات بتاعتي بالعكس بجيب قماشة تم نسجها فعلا موجودة في السوق باخدها بطلع منها بيانات ببدأ احاول البيانات دهت لمؤيسة ببدأ احاول كمان البيانات دهت لمكنة هتقدر تنفذ التصميم ده ببدأ اعمل تصميمي وابدأ ان انا اجهز مكنة من جديد وابدأ ان انا اقوم بعملية تشغيلها طب معنى التحليل بقى معايا ممكن استخدمه في حاجتين الحاجة الاولى لو انا عندي مصنع ملابس وعايز اتطمن ان القماشة الجالية دي مطابقة للمواصفة اللي انا طلبتها فبالتالي هحللها يبقى ده استخدام الاستخدام التاني انا كصاحب مصنع شايف ان القماشة اللي موجودة في السوق دي اه مكتسحة السوق بمعنى اصحة كده هي اللي ماشى في السوق وانا مش يعني عايز اطلع شغل بس مش قادر اطلعه لاني احاس انه مش هيبقى مغطي السوق زي القماشة دي فبالتالي باشتري اه جزء من قماشة دي مثلا متر مترين وابدأ ان انا اعيد تصنيعه من جديد افك اله اله كل البيانات بتاعته وحولها البيانات تنفع تشتغل على مكينات وابدأ ان انا ايه اقوم بعملية تنفيذة كلام ده موجود في مصانع كتير جدا وبتنفذ التقنية دي ان انا اقوم بتحليل عينات اه ليه اقمشة تم نسجها في مصانع تانية واقوم باعادة تصنيعه كلام ده موجود عندنا في قسم النسيج وموجود برضو نفس المادة بس مع اختلاف الطريقة برضو موجودة في قسم التريكو لها برضو نظام لها طريقة عشان يقوم يحلل القماشة اللي قدامه ويقدر يقول هي محتاجة كان غرزة الغرز يوش وضهر او كانت وش بس او ضهر بس لهم برضو نظام في التحليل بتاعهم نرجع للموضوعنا احنا القماش بتاعنا قماشة بتاعنا بورا عن سدة ولحمة عشان احضر اه مطوط سدة لازم اكون عارف السمك الخيط ونوعه وخمات اه بتاعته النظام هايه وكل ده طبعا هنتعرض ليه برضو في المادة بتاعتنا تعالوا نطلع على طول ونبدأ نربط مادة فحص وتحليل ببقية المواد بتاعتنا اول حاجة عندي عملية التزدية عندي عملية التزدية مبنية على ايه لو شفنا مسلا الجزء بتاع التزدية هنا عندنا فيديو صغير لها دي هنا طبعا التزدية عن طريقة دوارة وطبعا دي تزدية بالقطبان وزي هنش شايفين مجموعة قطبان بتجمعها جنب بعضها وفي النهاية بعدها بخلص شغل على الدوارة بنقل الشغل ده على مطوة صدى في الخلف وبنقلها على مكان التنسيق ويقوم بكمل بقية الاجراءات الخاصة بها الاجراءات التانية على طول بيتم عمل لقي وتطريح كلام ده بيتم ازاي بجيب مطوة الصدى طبعا هنا هنشتغلها هيدا ونشغل فيديو سريع عشان يعمل كل عمليات بيركب المطوى بيبدأ يقوم بعملية اللقي طبعا زي هنش شايفين بيدخل خيوط الصدى في عيون النير وده نوع من انواع النير اللي عندنا بيستخدم الخيوط مش بيستخدم الاسلاك زي ما احنا بنشوف عندنا في المدرس فانا ده نظام اليدوي فطبعا هو عنده كل بين واحد عيل واحد صفلي بيدخل خيوط الصدى ما بينهم هنا طبعا بعد ما خلص عملية اللقي بيخلص طبعا بالترتيب المطلوب سواء كان عندي مسلا لو عندي اربع درقات بيشتغل بالترتيب المطلوب كان اولى تانية تلتة رابعة او بالتبادل على حسب نوع اللقي عندي طبعا عنده كمية كويسة من الدرق بيقوم بلاقي كل الخيوط فيها بعد ما بيخلص لاقي الخيوط بيبدأ يجهز المرحلة بعد كده وهي عملية التطريح عملية التطريح طبعا يبدأ يدخل الخيوط دي كلها في ابواب المشت كده وخلص بدأ يشتغل التطريح بتاعه بيدخل كل الخيوط اللي تم لاقيها في العيون النير لابواب المشت عشان يجهز طبعا مش تعارفين الجزء الخاص بيه نهو شغلته ضم اللحمة طبعا يلاقي الدرق شغلته فتح النفس بعد كده بيقوم بعملية تقديم النور بيسحب كمية خيط من السدى وبيبدأ يقوم بعمل حدفات كده عالفاضي كده كم حدف عشان يقوم بعملية تقديم وبدأ يقوم بعملية النسج وبدأ يظهر القماشة عندي زي ما احنا شايفين في الجزء السفلي من المطوى بتاعتي بعد كده عملية النسيج نفسها وعملية النسيج هي تعاشق لخيوط السدى مع اللحمة عن طريق المثال اللي احنا شايفينه ده طبعا مسال النسيج السادة انا عندي هنا ده درقتين خلي بالنا فيه درقة شايلة خيوط البيضة والدرقة التانية شايلة خيوط الحمرة فبيتم فتح النفس بيرجع المشت بيتم بعد كده امرار اللحمة بالشكل ده بعد كده بيتم اه اه ضم خيط اللحمة واسناء الضم لو لاحظنا ان الدرق بينزل ويتساوى مع بعضه بحيث لما يكون المشت عند نقطة الضم او نقطة الدق زي ما احنا بنسميها يكون الدرق التساوى عشان تتعاشق اللحمات مع بعضها وتتضم لتتجاور مع اللحمات التانية طبعا في طريقة كمان في بيقوم بيها جهاز الطي والرخو عشان خاطر يديني مسافات بينية ما بين اللحمات بعضها لو كانت القماشة شفافة او يعمل الضغط على اللحمات لو كانت القماشة فيها اللحمات مكدسة طبعا برضو دي لها طريقة هنا طبعا بيتم امرار اللحم مرة تانية دي كده لو لاحظنا ان الفخز العلوي بيقالونه احمر يعني حصل تبادل للدرق بعد كده برضو بيتم نفس الطريقة بيتم عملية الضم وبرضو لو لاحظنا ان الجزء الخاص بيه الضم او الجزء الخاص بعملية الطي والرخو بدأت نية برضو ايه تتحرك معي يبقى الشكل احنا شفنا دلوقتي بيجمع لكل الحركات الاساسية للنول وبيدها لي في مثال صغير طب المثال ده موجود في المكناة دي بس ولا موجود في المكناة اليدوي بس ولا موجود في ايه بالزبط هاللحظة ان هو موجود في اي مكناة نسيج واي نول نسيج بيتم استخدامه حتى لو كان نول يدوي لازم الحركات الخامسة دي تكون موجودة لازم يكون عندي نفس مفتوح لازم يكون عندي خيط لحمة بيمر بالعرض بايا كان الوسيلة طبعا هاخدنا الوسائل في مادة الالات. شكرا احنا بنتكلم نقولنا ايه? انا باتكلم في المادة دي هلقيني داخل في اكتر من مادة عشان اقدر اوصف لك اللي بيحصل في الاماشة في النهاء. فبالتالي فتح النفس كان عندي بواسطة الدرق. بيمر خط اللحمة عن طريق وسيط الامرار اي ان كان ممكن يكون سلبي او ايجابي حسب ما احنا تعلمنا في الالات. بعد كي بيتم اسناء تساوي الدرق او في اتجاهه اللي التساوي يكون بدأ ان مش تيتحرك عشان يضم خط اللحمة للحماية اللي قبل كده عشان تتكون القماشة اللي عندي. في حسابات كتير في الحتة دي. قبل ما اطلع على الطي والراخو. في حسابات كتير في الجزئية دي. تخانت الخيوط طبعا بندرسها عندي في الجزء الخاص بمادة التخطيط. سواء كان خيوط السدى او اللحمات في حسابات. عشان اقدر اقول انا عايز عشرين فتلة في الصانتي او اربعة وعشرين لحمة في الصانتي. بنانا على ايه ده حصل بنانا على الحسابات اللي انا دلستها في مادة التخطيط. طيب الطي والراخو هما لهم حسابات هما كمان? اه. على حسب ما انا عايز الكمية اللحمات جنب بعضها ونقطة الدقة او الضم نفسها بتاعة تلمشت في منطقة معينة. وعد اللحمات في الصانتي وشفافية القماشة. كل ده بيتحكم فيه عن طريق برضو بيساعدني فيه الطي والراخو. لكن الطي والراخو في النهاية لهم نصب مع بعض عشان ما يحصلش سد زيادة على خيوط السدى او ارتخاء زيادة فيحصل مشاكل عندي على سطح القماشة. كل دي حسابات احنا بنحسبها قبل ما بندخل على النسيج نفس. طبعا كل ده احنا دارسينه في مادة التخطيط ومادة الالات والتراكيب النسجية. بيتجمع كل الكلام ده طبعا ويرجع تاني في مادة الفحص وتحليل. وزي ما قلنا احنا بنتكلم عن التركيب النسجي بعلاقته بالنسيج. تعالوا نشوف ايه المشكلة ما بين التركيب النسجي والنسيج. تعالوا نشوف كده بعض التركيب النسجي اللي عندي وازاي شكلها على سطح القماشة. هنا طبعا في الشكل اللي قدامنا قدامي النسيج في شكل الزخرفي. وهنا لو لاحظنا ان حركة اللحمات في المزر السطح اللي قدامي دي بتنفذ نفس النسيج. هنا طبعا انا ما عنديش آآ عينة واحدة لأ ده انا عندي القماشة بتبقى اكتر من متر ومترين وفي ساعات العروض بتوصل لستة متر بطول القماش ممكن يكون اطول من آآ خمسمائة متر اوصل لخمسمائة متر. فهنا مجموعة من اشكال الاقماشة اللي تم نسجها بالتركيب النسجي اللي احنا شايفينه من شوية. وشكلها في زخرافة شوية. هنا ده نوع من انواع الاقماشة اللي عند ده بيستخدم نسيج البيكرة وتطبعا بيستخدم فكافوة مبخ وفي حاجات تانية كتير جدا بيتم استخدامها برضو مع الاطفال بالقماشة دي وتابع قماشة مضلعة. ده شكل النسيج على ورق المربعات وهنا شكل التركيب النسجي وهو معمول له عملية مزر سطحي او آآ الازهار للتعاشقات اللي تمت ما بين خيوط السدى واللحمة. هنا طبعا هنا في بيديني هنا اقلام عرضية اللي كان فات من شوية كان التصميم بتاعه اقلام طولية. الاقلام العرضية ده التركيب النسجي بتاعها وبرضو هنا ده المزر السطحي بتاعها عشان يديني شكل التعاشق بتاعي على آآ على الطبيعة. طب اللي احنا بندور على الطبيعة دلوقتي عشان خاطر. انا بقى عندي القماشة بالشكل ده وهطلع منها التركيب النسجي وابدأ انه انفزه على ورق المربعات. انا مش هعمل تصميم جديد. لا ده انا هاخد من القماشة وهعمل تصميم. هنا طبعا دي انسجة الوبرة. عندي الوبرة العادية والوبرة المقطوعة وفيه انسجة بكتير جدا مرضو ممكن تكون اللي حماية اللي هي آآ نظام الطبقتين برضو بستخدم نفس الاشكال. بس لو كلمنا هنا عن الوبرة المقطوعة او الشكل اللي قدامنا دلوقتي ده. او حتى الزردخان. بيستخدم نفس الفكرة. فهلاقي برضو ان المشا بتاعتي برضو ده شكلها على الطبيعة بعد ما بيتم نسجة. بقى انا التركيب النسجي عندي بيساعدني على ان انا تظهر قدامي القماشة بالشكل اللي ممكن تكون عليه على الطبيعة. طب الكلام ده هيفيدني في ايه? هيفيدني من انا اتخيل التركيب النسجي اللي انا رسمته على الورق هيبقى شكله زي على القماش. بالتالي ممكن يكون احاطت بعض الزخرف اللي قدامي بس مش متخيلها. طب لما جا طلعها بقى على القماش هل انها اختلفت خالص في الشكل بتاعها وظهرت بمظهر سيء عما انا كنت متوقعة. فبالتالي ما اقدرش انفزه. في بعض العينات التحليل وطبعا من المهندسين بتاعنا اللي بيشتغلوا على التحليل في بعض المصانع. اه في بعض الانسجة بيجوا يحللوها بيلقوا بيتدي حاجات تانية خالص. هو ما بيقدرش يقول التقنية اللي نفز بيها النظام القماشة دي ايه? ممكن تكون متنفزة بنظام الزردخان. والزردخان احنا خدناه في المنسوجات. ممكن تكون متنفزة بنظام السدى الزايد او اللي حما الزايدة الحقيقية او التقليدية. فيزبط الكلام ده ازاي لما يشوف القماشة. ممكن يشوف القماشة همما يعرفش هي التركيب النسج الاساسي بتاعها ازاي. ممكن يكون استاذ في التركيب النسجية بس يشوف القماشة على طبيعة. مش هيفهم. تم آآ عمل التعاشقات ما بين السدى واللي احمز زيل. فبالتالي التحليل مش دليل نهائي على حركة السدى. لا او اللي هي تطلعها للتركيب النسجي اللي تم البيه القماشة. لا بالعكس. ده انا ممكن افك التركيب النسجي واتخيل. لا ده عشان يمشي بالشكل ده. ده انا عندي مسلا في تعاشقات كتير في خيوط معينة. وتعاشقات قليلة في خيوط معينة تانية. فبالتالي التركيب النسجي ده محتاج مطويتين سد عشان يتنفذ. فبالتالي انا كده داخل على ايه? داخل على نظام بيقول لي ان انا كنت شغال سدى زي. فهتعامل مع القماشة بالشكل ده. وابدأ اجهز لها كل المعدات اللي هي تقدر تنفذ للقماشة دي. وكمان اجهزها الخماد بتاعتها. فبالتالي عملية التحليل بتاعتي مهمة جدا عشان اقدر اتخيل شكل القماشة بتاعتي. واشوف بتتعامل معها زي. ازا كانت وابرة ازا كانت قماشة عادية ازا كانت زردخان اللي هي لحمة ازا كانت بيكة ايا كان نوع القماشة. فبالتالي مطلوب مني اخدوا القماشة دي. اعرف الخماد بتاعتها ايه? وابدأ انفذ ايه الكلام ده عليها. طب هو نسيج اليدوي اساسه ايه? لو انا بشتغل حتى بالايد. لو انا مش محتاج ما عنديش نول خالص. زمان واحنا في مرحلة التعليم الاساسي كان بيطلب مننا ساعات انا ممكن ايه? اعمل نول برواز خشب وابدأ احط في مسامير بترتيب معين وابدأ اشد عليه الخيوط. مش دي الطريقة دي بس لا ده في ناس بتقدر تستخدم الكارتون وتشد عليه خط السدى وتعمل معلقات بسيطة كده يكون شكلها زريف زي ما هنشوف مع الشكل اللي معانا دلوقتي. هنا طبعا دي لوحة من الفايبر ومجدود عليها خيوط السدى وهعمل عليها معلق. يبقى انا اقدر اعمل مشروعة بسيط بالنظام بتاعي ده واقدر اعمل حاجة شكلها زريف. فبالتالي كل اللي عمل ان هو شد الخيوط بالشكل ده. وبدأ ان هو يعمل التصميم بتاعه. بدأ يشده هنا فيه اه نوع من انواع الابر السميكة. بالتالي بدأ ان هو يحرك كده حاجة تشبه نسيج الكليم في طريقة التركيب النسجي او طريقة عمل التعشوات. بيحط اللون في الموضوع اللي هو عاوزه. مش محتاج ان هو يحطه في حاجة يعني بترتيب معين. وبعمل معلق بسيط باستخدام كارتونة. مش هنقول باستخدام نول بجد يعني. فكارتونة صغيرة قدر يعمل معلق بعد ما يخلص طبعا بيقفله بطريقة معينة عشان يفضل آآ مزبوط معاو يدينه نفس الشكل المطلوب. ويقدر يستخدمه. اقدر اعمل بحاجة زي دي مشروع صغير ويبقى حاجة جميلة جدا. معلقات. ممكن اعمل حاجات زي كده. ممكن اعمل حاجات فرعوني. احط تصميمات بسيطة. بس لازم يفضل ان تصميمات الاول تكون متنفزة على الورق المربعات. عشان ابقى فهم معارف التقاطع بتاع اللحمات ده مع الفتل هيبقى امتى? وهيبقى هعمل الفصل بتاعي آآ ما بين الالوان دي امتى? عشان اقدر ان اطلع التركيب الناس. طبعا ده من ضمن التركيب الناسجية اللي عندنا الخاصة بجزء الخاص بالكريم والسجاد في نهاية الكتاب بتاع. ده جزء من التصميمات اللي عندنا ومازلنا احنا بنتكلم عن عملية التركيب الناسجية سواء كانت اماشة معمولة بالشغل اللي ده اللي احنا شوفنا دلوقتي او اماشة تانية بنظام تاني. تعالوا نشوف عمليات فتح النفس على المكانات ده طبعا جزء درسناها برضو في سنة تانية. لازم برضو اتخيل فتح النفس بيتم ازاي عندي على الانوال. هنا في شكل جرافيك صغير كده بيظهر لي العملية دي. وزي ما احنا شايفين كل بيحصل ان الكرانك بيتحرك. بوصل الحركة للعمود السفلي. العمود السفلي عليه الكامات بيتبادله مع بعض الحركة. ففي دواسة بيتضغط عليها عن طريق الكامة فبتسحب الدرقة بتاعتها الاسفل. والكامة التانية بتكون لاعلى وفي لحظة تساوي للكامات مع بعض في مستوى واحد. وبتبدأ بتتبادل مع الكامة التانية. هي اللي بتضغط على الدواسة التانية. فبتبدأ تسحب الدرقة رقم اتنين لاسفل. يبقى العملية دي بتتم بالتبادل وده طبعا شغالة في النسيج السادة. ازا كان النسيج محتاج اكتر من درقتين ومحتاج نفس التقنية. ببدأ ان انا اشتغل على حاجة اسمها عمود مساعد وطبعا درسناه برضو في الصف التاني. هنا طبعا نظام عمود الزراني اللي هو بيبقى مشايل الدرقتين وهو بيتحرك برضو بالتبادل. فمسافة الرفع والخفض ما بين الدرقتين هنا متساوية. عشان تقدر تطلعلي النفس المطلوب. التبادل بيتم عن طريق الكمات. وبيساعدهم في عملية التبادل دي برضو عمود الزراني اللي رابط الدرقتين من اعلى. فبالتالي هنا الدرقة مربوطة من اعلى. وبرضو مربوطة او متصلة بالكمات من اسفل. طبعا زي ما قلنا اكتر من كده بيحتاج ان هو ايه يضيف حاجة تانية اسمها عمود مساعد بيركب تحت العمود السفلي ولو طبعا طريق عشان اركب عليه الكمات عشان يقدر يديني اه حدفات بالشكل المطلوب. يبقى كده ده الجزء الخاص بعمليات فتح النفس. امرار اللحمة بقى. وده درسناه عندنا في المادة الالات. امرار اللحمة بيبدأ من الامرار باستخدام المواكيك بعد كده باستخدام مكينات السولزر وبعد السولزر والريبير وبعد الريبير المكينات اللي بيستخدم طرق السلبية اللي بيستخدم تقنيات ضغط الهوى وضغط المياه. هنا طبعا ده نظام المكوك وطبعا مكوك ما احنا شايفين الخزان بتاعه في كمية لحمة بسيطة. مكوك اه مصنوع من الخشب. له نظام معين درسناه عندنا في مادة الالات. وحركة المكنة زي احنا شايفين حركة شبه محدودة او بالنسبة لنا بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي بطيئة. يعني دي ممكن مسلا تعمل لها حوالي سبعين حتفة في الدقيقة. تمانين حتفة في الدقيقة. ده اقصى الطموح ممكن يكون مع المكنة دي. لكن مع المكنات التانية وصلنا لستمية سبعمية لالفين الفين وتلتمية حتفة في الدقيقة. فبالتالي عدد الحدفات بيزيد الانتاج بتاعي بيزيد. فبالتالي هنا لو اتكلمنا عن سرعات المكينات دي هنلقى انه كل ما بطور طريقة الامرار بزود من سرعة المكينات. تعالوا نكمل جزء الخاص بالامرار اللحمة. وهنا طبعا الريبر وهو شغال. حركة المكنة سريعة. بيديني اه من جودة اعلى في الانتاج. فبالتالي محتاج ان انا اطلع بالترتيب بتاعي او بتاعي ده بشكل يقدر يديني الجودة المطلوب. انا اللي هميني الاساس عندي هو الجودة. هنا طبعا عندي الامرار عن طريق الحراب الصلبة ده من جهة واحدة. زي ما احنا شايفين برضو في نفس عملية فتح النفس وعملية الضم والطي ورخوا موجودين في نفس المكنة. يعني زي ما احنا قلنا الحركات الاساسية موجودة ايا كان نوع المكنة. هنا طبعا الامرار بقى من جهة واحدة مش من جهتين زي المضارب العلوية والسفلية. هنا الامرار هنا من جهة واحدة بس الريبيار من الجهتين. بيتحركوا في نفس التويت. بيقابلوا بعض في نص النفس. بيتبادلوا خط اللحمة وده زود سرعة المكنة. ضاعف سرعتها. لو كان بتعمل مية حدفة في دقيقة هنا تعمل متين. ليه? لانه اختصر الوقت للنص. هنا طبعا برضو بيستعمل نفس التقنية فتح النفس والضم وهكذا لغاية نهاية الحركات الاساسية بتاعتي. هنا طبعا برضو بيتبادلوا الخيط. هنا الصلب بس من الجهتين. وفيه برضو عندنا برضو المرن من الجهتين. هنا المرن من الجهتين برضو. وده يمكن اسرعهم وافضلهم. لو بياخدش حيز جنب المكنة ده كل حاجة آآ موجودة في جنب المكنة من اسفل. فمش واخد حيز زي المضارب الريبيار الصلب. بياخد حيز جنب المكنة تقريبا لو كان من جهة واحدة جنب المكنة قد المكنة. لو من جهتين آآ شمال ويمين المكنة قد نص المكنة شمال وقد نص المكنة يمين. اما المرن زي ما احنا شايفين هو جراب بيستخبى داخل المكنة عند الجزء المكان الدف اللي هو في المضارب زمان. وبيبقى متداري ما فيش اي مشكلة. هنا ده نظام التليسكوبي يشبه الاريال. فبالتالي بيتفرد بيعمل حتفة وبيرجع يتلم تاني. بس ومشكلته انه بيجمع عليه الغبار او الزغبار بتاعي للشعارات الدقيقة جدا. اللي تولدت من عملية الاحتكاك الخاص بيخوت السيدة آآ مع بعضها. وكمان اللحمات اثناء حركتها. فبالتالي الزغبار ده بيعتلي النوع ده من الريبر. فبالتالي مش منتشر في السوق. بعد كان نظام القذيفة وطبعا دي تشارح برضا عندي في الجزء الخاص بالالات. حجمها صغير معدنية. حركتها بقت اسرع. بتمر على ادلة قدام آآ ابواب المشت. بتطير في وسط النفس بعد ان تاخد اللحمة بتاعتي. وبتروح في الجهة التانية وبتنتهي الحتفة بالشكل ده. هنا هيكون عندي عدد من القذائف دي. حسب عرض المكينة. وده برضو خدنا جدول زيه في الالات عشان نوضح الجزئية دي ونقول انا محتاج كم قد ايه عشان اقدر اغطي الحجم ده اثناء عملية التشغيل. فبالتالي كل ما زاد عرض المكينة هتلاقي ان عدد القذائفة الموجودة على المكينة دي بيزيد هو كمان. بتخلص الحتفة وبترجع تنتظر دورها في الامرار فيما بعد. بعد كده مكانات الهواء والماء بتستخدم نفس التقنية اللي هي ضغط النفس. بيقى فيه عندي فنيات آآ قدام او بابواب مشت فنيات مساعدة وفيه فنية رئيسية اللي بتدفع الخيط اول مرة عشان يمر في وسط النفس. فبالتالي برضو دي من ضمن التقنيات الموجودة عندي وهي اسرع التقنيات الموجودة في السوق دلوقتي. الضغط الهواء وضغط الميا لسرعتها وكمان الجودة كمان اللي بتنتج من عن طريق التنفيذ عليها. طيب آآ بالنسبة بقى بتاخد عندي القماش وبيروح بعد كده لعملية التجهيز بان كان بيتسبغ او بيتطبع. ده السباغة لو انا هاخد القماشة بلون واحد. بس الكلام ده في قسم ايه? في قسم الطبع. ده قسم تاني بيشمل او بيتبع الخاصطات النسجية. بس احنا يعني ممكن نكون بس بناخد فكرة اللي بيتطبع بيتطبع ازاي? واللي بيتسبغ بيتسبغ ازاي? لكن اللي همنا بقى في الجزئة اللي احنا اتكلم عليها دي دلوقتي اللي احنا كل اللي احنا شفنا دلوقتي من خطوات لعملية النسيج ايا كان طريقتها ايا كان تجهيز الخيوط بداية من آآ عملية التزديع او بداية من التصميم نفسه. لغاية لما القماش كل ده بيتولد عنه عيوب. وده المهم عندي وده اللي بيجي لعنه الاسئلة في المادة بتاعتنا وتعالوا نشوف العيوب اللي موجودة عندي انواعها ايه? وبيتم تلافيها ازاي? اول حاجة بالنسبة للعيوب بتنقسم العيوب لمجموعتين. اول مجموعة عندي هي العيوب الجسيمة. العيوب الجسيمة دي هي عيوب صعب التعامل معها. ودي بتبقى عبارة عن عيوب تكون ظهرة واضحة عند فحص القماش بمقرد النظر دي. ودي لا يمكن اصلاحها. يعني خلاص القماشة مع عيوبة هتنزل لدرجة تانية. ولا يمكن قبولها ووجودها بيقلل من قيمة القماش. بعد كده عندي عيوب بسيطة. هاي عيوب يمكن اصلاحها عند مراجعة القماش ولا يزهر اثارها بعد التجهيز ويمكن التجاوز عنها وقبولها في القماش. يبقى انا كده عندي كم نوع? عندي نوعين من العيوب. النوع الاولاني بسيط. النوع التاني آآ جسيم. خليها في الاولاني بسيط لان البسيط سهل معالجته. اما الجسيم صعب. طب الكلام ده هيأثر معايا في ايه? لو انا قلت انا عندي نوعين من القماش. او انا انتجت قماشتين. كان عندي اتنين عمال اللي عامل الاولين. اشتغل القماش بتاعه ويطلع لي آآ منه عيوب بسيطة. والتاني طلع من وراه عيوب جسيمة. هنصنف العيوب دي ازاي? وهعالجها ازاي فيما بعد. طب ايه المشاكل اللي ممكن تأثر على القماشة في فيما بعد في العيوب. اول حاجة انا لو استاذ او شاطر في التعامل مع القماش هقدر لانا اشوف العيوب بتاعتي واقدر لانا اصلحها ازا كانت عيوب بسيطة. طب لو كانت العيوب جسيمة قوي هتبوز من القماشة مش هقدر ابيعها. طب السوق في اللي اتنين دول يعني فيه قماشة آآ كويسة وقماشة آآ فيها مشاكل آآ. بدليل في بعض الاسواق الشعبية بنلقى فيه سوق للقماش. مشهورين يعني فيه ايام معينة بروح المنطقة دي عارف ان فيه سوق للقماش غير السوق الاصلي اللي موجود عندنا مسلا في شارع الازهر. سوق الازهر لازم تكون الحاجة فيه آآ طلعب جودة عالية. وهتلاقي فيه برضو جودة قليلة بس اسعار بتبقى قليلة. انا كراجل صاحب مصنع نسيج او بصنع القماشة لازم ابقى عارف ان المنتج اللي خارج من عندي جودته عالي عشان اقدر ابيعه. ما هي المشكلة ان اقدر ابيعه. عشان اقدر اجيب تكلفته وتكلفته العمالة اللي كانت عليه. طب انا دلوقتي اشتريت خمات بالف جنيه. ولما انتجت القماش بتاعي القماش بتاعي كان فيه عيوب العيوب دي كانت صعبة جدا مش هقدر ابيعه. فبالتالي ايه هيحصل معايا? هلازم اقلل من سعره. فبالتالي لو انا كنت عامل حسابنا هبيعه القماش ده كله بعد ما اتحول نسيج هيكون تمن والف ونص فلما جا بيعه وفيه عيوب هلأ ان انا بالزبط كده ممكن لو قدرت اجيب بس خمسمائة جنيه. تمن الخماد والقماش اللي اتصرف عليه هيكون كويس. فبالتالي انا بقدرت اخسر بسبب العيوب الجسيمة اللي كانت في القماش. طيب هنكمل بقى مع العيوب ونشوف ايه هي اللي بتحصل مع العيوب دي وازاي اقدر ان انا اعرف اماكن العيوب دي وازاي بتوصل لها او بتعمل المشاكل دي على القماش. تعالوا نشوف العيوب دي اساسها ايه. انواع العيوب عندي انا عندي اول حاجة بتبقى فيه عيوب عندي عيوب غزل في اتجاه السدى واللحمة. بعد كده عندي عيوب نسيج في اتجاه اللحمة. بعد كده عندي عيوب نسيج في اتجاه السدى. بعد كده عندي عيوب نسيج في اتجاه السدى واللحمة مع بعض. وبعد كده طبعا عندي مجموعة تانية من العيوب هنمسك بقى عيب عيب منهم وهي هتكون عيوب الغزل. اول عيوب الغزل بيقول لي خطأ نمره رفيعة. خطأ نمره سميكة. خطأ فطلة مخلوطة خطأ فتلة محلولة عقد وطراخي طب كده احنا عرفنا المسميات اللي عندي طب هنمثلهم ازاي لو انا عندي بالنسبة للقماش انا عندي القماش هنا منتظم وعندي الخيوط كلها سمكها واحد تمام كده طب تعالوا نشوف كده على الورق لو احنا جينا نمثل الكلام ده هنمثله ازاي لو انا جيت هنا وقلت انا عندي مجموعة من الخيوط جنب بعضها وبالتالي كده بدأت ان انا ارسمها اقول ان مجموعة الخيوط دي مسلا عندي مجموعة خيوط بالتخانة دي جنب بعضها كده بالشكل ده خلاص دي كده خيوط منتظمة هي ما عملتش نسيج لسه بس نفرض ان هي بدأت تعمل النسيج في وسط الخيوط دي بصيت ان في فتلة بالتخانة دي وبدأت رجعت تاني الخيوط بتاعت بيه الشكل ده بالتخانة الرفيعة هنا في عيب بسبب فتلة موجودة الفتلة دي سميكة سمك طيب بيقول لي تاني خطأ نمرة رفيع طيب هتبقى الخيوط بتاعت بالشكل ده كده سميكة احنا بنوسع بس عشان خاطر نزر المشكلة وببص قلقى بعد كده فتلة رفيع جات في النص ورجعت تاني القماشة بيه الشكل ده بالخيوط السميكة يبقى هنا فتلة رفيع هنقول رفيع طب الرفيع دي هتعمل ايه في قماشة معمولة بنسيج ما هي خلاص تركيب النسجي تمه واللحامات كمان تم اه مرورها وبدأت تعاشق بالشكل اللي احنا فاهمينه واللي احنا عارفينه بالشكل ده كده ومشي تلقماشة بالشكل ده ما فيش اي حاجة لأ الفتلة رفيع دي هتعمل حاجة يعني هتضم الفتلتين دول جنب بعضهم فهيبان عندي كأن اه امتداد كأن الفتلتين كده تخان كده لزقوا في جنب بعض والفتلة رفيع في النص مفيش مفيش باينة يعني انا قلت ان دول هم الفتلتين بتوعي وحطتهم جنب بعض وحطت في وسطهم الفتلة رفيع دي انت مش شايف غير التخانتين دول فبالتالي هيعمل تخانة في المكان ده هيبقى حاجة كده شبه لامتداد كأنك راسم او جايب نسيج سادة وعملت له امتداد في المكان ده طب بيقول لي بعد كده فتلة مخلوطة يعني ايه فتلة مخلوطة هتيجي على الفتلة دي في عندنا في من ضمن خيوط السدى بيقى فيه فتلة اسمها فتلة زخرفية انت نسيته فوسط الخيوط العادية دي الخيوط البيضر او الخيوط اللي هي من لون واحد دي وجيت روحت حاطة فتلة زخرفية الفتلة دي بتبقى بالشكل ده كده زخرفية فيها اجزاء بارزة شمال ويمين فبالتالي عملة جزء بارز عندي فبالتالي لو عندي قماشة بالشكل ده وفي الفتلة دي كانت غلطة من ضمن الغلطات اللي هي الفتلة المخلوطة دي هنا اقلو عليها مخلوطة هلقى ان الفتلة دي لو تواجدت عندي في القماشة هبصة لو انا بمسك القماشة بتاعتي وبمرر ايدي عليها تخيل ان الالم ده كده موجود على القماشة بسطعها بالشكل ده. الالم بارز. فلما تيجي تمرر ايدك كده ايدك هتحس بنقلة. النقلة دي هتعرفها من ايه? هتعرفها السبب ان في حاجة هنا كانت سميكة او كانت متغيرة او كانت عاملة مشكلة في المكان ده. الفتلة الزخرفية هتبقى الوانها مختلفة وجاية في القماشة وعملة المشكلة احنا بنتكلم عليها. طب لو في عقد وتراخي. ايه العقد وايه التراخي? الفتلة تبقى عادية. وكانت في قسم التدوير حصلها قطع وراح عامل لها عقدة. وشوية والخط شغال تاني راح قطع تاني وراح عامل له عقدة. وفي وسط نواب يلف لف البكرة بتراخي مش بالشد المطلوب. فبالتالي بقت الكون اللي طلعها لك مليانة عقد وفي نفس الوقت لما تجد تسحب منها الخط الخط مرتخي. فبالتالي ده هيأثر برضو على عملية التزديقة فيما بعد. هو ممكن يعمل مشكلة اصلا في التزديقة. طب لو عد من التزديقة وراح عندي في النسيج. وبدأت اعمل النسيج. الاماكن اللي فيها العقد طبعا لو كان عقد العقدة العادية مش عقدة الضفر اللي احنا متفقين عليها. هنلقى ان هيعمل اماكن سميكة في سطح القماشة ده طبعا هيأثر على مظهر القماشة وهيعمل طبعا مشكلة وطبعا هيزود من العيوب اللي هتكون على سطح القماشة بتاعته. دي كانت عيوب الغزل. تعالوا نشوف تاني نوع من العيوب وهي عيوب نسيج في اتجاه اللحمة. هنشوف كده المسامات بتاعتي ايه? بيقول لي ده قد تقيلة. ابياش. اختلاف لحمة. عقد لحمة. طاق او قطع ووصل لحمة مقوسة. علامة مكوك. اولا نمسك كده واحدة واحدة من المسامات اللي عندي دي عشان برضو نوصفها ليكو. اول حاجة بيقول لي ده قد تقيلة. يعني ايه ده قد تقيلة? يعني المشت واخد قوة اعلى من القوة بتاعته. في عملية الدق. بيضم اللحمات جنب بعضها بيكدسها. طب ممكن يكون سببها ايه? سببها المشت? لا. ده ممكن يكون سببها الطي. الطي بطيء عن ما انا عايز. فبالتالي نقطة الدق سبتة. فبالتالي وبيضم لحمة على لحمة. فيبيجمع اللحمات جنب بعضها. فجأة وهو شغال راح مصلح جهاز الطي وبدأ الطي ايه بالانتظامية اللي هو عاوزها. فعنده نص متر او اكتر كان فيه الحتة بتاعت الدقات اللي هي التقيلة دي. طبعا ده هيأثر على القماشة وهيبوز التوب بالكامل. بقى كيه بيقول لي ابياش مسافات فضية. جي بيضم الطيء زيادة فسب ايه مسافات اه مبوشة او فضية ما بين اللحمات وبعضها. بقى كيه بيقول لي اختلاف لحمة. اللحمة ممكن يكون اختلاف في الصمك اختلاف في الشكل اختلاف في النوع في وسط اللحمات فبالتالي برضو بتأثر على شكل القماشة. عقد لحمة. نفس العقد اللي احنا اتكلمنا فيها في السدى لو كانت موجودة في اللحمة هتعمل برضو بروز على السطح وتعمل مشكلة. بعد كده قطع ووصل. حصل ان انا قطعت الخيط ووصلت وعملت الخيط بشكل تاني. فبالتاني انا وانا بعمل القطع والوصل ده ممكن اكون سبت لحمة. مش دي اللحمة اللي عليها الدور. ده انا لما رجعت المكنة حطفة الورى فوت لحمة. فبالتالي اللحمة اللي عليها الدور ما مرتش ده مرت اللحمة اللي بعدها. رحت مبوزة تصميم. كسرت التصميم. صوصا لو كانت تصميمات زخروفية. كسرت قعدة التصميم. فبالتالي شكل الحتة دي اللحمة دي عملت مصيبة في المكان ده. تحس ان التصميم حصل فيه النقلة. كأنك معاك صورة كده وروح تقطعها من النص قطع مسافة منها من النص وروح تمركبها تاني على بعضها. هيبقى التصميم على بعضه? لا بالعكس. ده هيبقى مش مكمل مع بعض. الشكل يبقى صعب. فبالتالي هيبتلقى ان التصميم نفسه مظهره باز فبوز اللي هو ماشى طبعا هديني مشكلة كبيرة. علامة المكوك. المكوك هو شغال حركة المكوك مسلا خبط في اي حاجة وهو ماشي. فبالتالي اثر على الجزء القص باللحمة بتاعتي. فيه اثر للمكوك فيه الجزء ده في الحركة بتاعتي. اخر حاجة بيقول اللحمة مكوصة ان اللحمة مكوصة وهي بتمر كده كانت مرتخية فبالتالي راح تلف على خيوط السدو راح تعملها آآ قص في المكان ده فبالتالي عملت تخزين. انا عندي بسميها تخزين. فبالتالي في بعض الامشة احنا بنشوفها في السوق فعلا فيها كده. ان مجموعة خيوط كده لف حوالين بعضها كده. والقماشة زي الفل. ما فيهش اي حاجة. هي الحتة اللي مخزينة دي. طب ودي خزينت من ازاي? كانت فيه كمية لحمة كانت خارجة وكانت ارتاخت وهي بتتشد. فبالتالي اتجمعت في المكان ده. فقدت الاسر ده. فممكن تكون اساسها اثناء عملية لف المصورة في الاساس او لف الكونة في الاساس لو انا شغال بنظام المكان الحديث. وكانت الجزء ده موجود. طب هو المشاكل دي انا ما اقدرش اتلا فيها عن مكان وهي شغالة. المكان الحديث بيتلا فيها. ما نقلقش. بس لو فرضا يعني فلتت كان حصل عطل فيه والكلام ده بيحصل طبعا بالاكتر بيكون في المكان اليد ومش في المكان. الحديث حصل عطل وشفنا ايه المشكلة دي. هل في حاجات منها تتعالج? اه في حاجات تتعالج وفي حاجات لا. بس العيوب البسيطة هي الوحيدة اللي تتعالج. تخزينة ماشي. اه التنهيرة بسيطة ماشي. التنهيرة كبيرة صعبة. هتبقى برضو عيب وساب اثر على سطح القماشة وهينزل القماشة من الدرجة بتاعتها لدرجة ادنى. فبالتالي نلا ان السوق اصلا فيه درجة اولى وتانية وتالتة. في حاجة المتر بمية وحاجة المتر بعشرة. فالقماشة واحد والتركيب النسجي واحد. وممكن تكون الخامة كمان واحدة. بس دي فيها عيوب. ودي ما فيهاش عيوب. فبالتالي ده اقدر ابيعها وانا متطمن. وعارف ان العميل اللي هياخدها مني مش هيرجعها. هيقبلها بشكلها. والتانية مش قادر ابيعها او مش قادر ان انا سوقها فبالتالي بحاول ابيعها في الاسوق الشعبية باي سعر تيجيبوا خلاص على الاقل تجيب لي تمن الخامات واجور العمال اللي انا اشتغلت بها. فبالتالي هو ده اللي بيحصل في السوق. طب هنلاقي فيه بعض الاحيان بيقول لي ايه قماش تصدير. طب قماش تصدير ومنازل في سوق الشعبي. اه هو لما جيه يتصدر الشركة نفسها اللي هي هتاخد الشغل ده. طلعت في مشاكل وطلعت في عيوب. فبترده للمصنع بتاعه فبيبدأ يسوقه داخلي في البلد بتاعته عشان خاطر برضو يجيب التكلفة بتاعته. ممكن تبقى عيوب اه يعني بسيطة جدا. يعني ان انت تخيل ان طول الطوب بس مش هو الطول المطلوب. يعني هو طالبه مئة متر وانت دهما جدت ادهوله ادهوله تسعة وتسعين متر وتسعة وتسعين من مية. انا قصنتي. يرد لك الطوب اه انت مش منفز المواصفة انا قلتها. انا قلت لك انا عايزه مية متر بالزبط. انا كصاحب مصنع ملابس هاخد الطوب ده وهقصه بطريقة معينة فبالتالي الصنط بتاعك ده هيهدر لي كمية كبيرة من القماش. ما انا ممكن يكون بصمم قمصان. فطول القميس انا عامل حسابة مسلا انا هقص قص القمصان بتاعتي على المقص اللي هو الكهرباء او اي ان كان نوع المقص اللي بيقص بيه عنده التواب من جماعة فوق بعضها. فبيقص بقى اطول معينة. فلو واحد منهم ناقص صنطي. هبص الله ان القميس بتاعهم مش هيبقى كامل. فبالتالي بواز لي قميس. ما انا بقى ممكن بالعرض بتاع الطوب بتاعي مش قميس واحد بقى ممكن يكون خمس ست قمصان جما بعض. عشان اطلعهم من الطوب ده. فبالتالي بواز لي على الشريحة اللي ناقص صنطي دي خمس ست قمصان كانوا مرصوصين جما بعض. فكده يبقى الانتاج بتاعي بواصل. هنطلع العيوب تانية وهي عيوب في اتجاه السدى. عيوب اتجاه السدى بتبقى برضو عيوب اه ممكن لو كانت جسيمة صعب علاجها وممكن لو كانت بسيطة سهل علاجها بس تعالوا نشوف ايه هي المسميات اللي عندي عشان نقدر نوصفها. اول حاجة عندي خطأ لقي. تاني حاجة عندي خطأ تطريح. بعد كده تفليق اه نقص فتلة تناهير. الخمس حاجات دول عبارة عن ايه? اول حاجة بقول ايه خطأ? لا. وانا بقول اولة تانية تالتة ربعة. اولة تانية تالتة ربعة. قلت اولة تانية. وراحت انت مديني النيرة اللي في الدرقة رقم اربعة. فبالتالي الترتيب بتاعي بقى غلط. ده اسمه ايه? اسمه خطأ. لا فبالتالي لو انا جيت امثله. هقول انا عندي مجموعة من الدرق. ومجموعة الدرق دول مرصصين جنب ورا بعضهم. فبالتالي تعالوا يمكنوا تشوف ايه? هننفذ الكلام ده ازاي? انا هنا عندي مجموعة الدرق. هنا الدرق رقم واحد. الدرق رقم اتنين. الدرق رقم تلاتة. والدرق رقم اربعة. عشان نكتشف غلط اللقي. هنقول انا معايا الزميل اللي قدامي طبعا بيقوا في اتنين اللقي ببقى يده ومش آلي في المصانع العادية. فبالتالي هنقول هو كان يواخد اللقي بتاعه وقوله تانية تلتة ربعة بالنسبة للنموذج اللي اسمينه قدامنا. طيب النموذج ده داخل عليه الخيوط بالشكل ده طب ايه اللي هيحصل? هقول انا اقيل لك ان اللقي بتاعي هنا اولى تانية تلتة ربعة. تعالوا نشوف كده هيل ازاي? هو في البداية قال الفتلة الاولى في الاولى. التانية في التانية. التالتة في التالتة. الرابعة في الرابعة. مش دي طريقة اللقي بتاعت العادية? هو مديك التصميم بتاعه نلاقي يكون بالشكل ده. انت بقى جيت روح تمدي بعد بعد فترة وانت شغال. خلطة واحدة بس. عملت اولى. تانية. ربعة. ونسيت التالتة. وبعد كده روح ترجع تانية اولى. تانية. تالتة. ربعة. انت كل اللي عملته انت غلطت في حتة هنا. انت غلطت في دي. فدي هنا سيبالك هنا في مسافة مفروض ان التالتة هنا تكون في المكان ده. مش هتقدر تعالج الحتة دي. مالهاش علاج. خلاص هي الفتلة مش موجودة. الفتلة اللي ما جدت تلاقيه. اتلاقيت هنا. عشان تصلح الكلام ده هتفك كل اللي انت لقيته في المسافة دي. عشان تزبط الفتلة دي. يا ام هتحط لها فتلة زيادة. وهتبدأ معلق بقرة خلف المكانة. عشان تقدر تعوض الفتلة اللي بزت منك دي اثناء عملية التنفيذ طول ما انت شغال على ما كتب لو الفتلة دي ضاعت بالشكل ده. وما خدتش بالك منها. ايه اللي هيحصل? طبق ماشي اللي انت انتكته ده هيبقى عبارة عن في جزء في التصميم في النص مكسور. زي ما احنا كده جبنا صورة بدل ما نقصها بالعرض نقص منها مسافة لأ ده نجيت صورة وروح تأسسها بالطول شال منها شريحة وروح تجمع الصورتين تاني جنب بعض. فبالتالي في جزء مفقود. اللي فاهم في التصميم هيلاحز الجزء المفقود. اللي مش فاهم التصميم هيقوله وماشي عادية وخلاص. فمعظم الناس دلوقتي بقيت فاهمة في التصميم فبالتالي ما قدرش اعمل معهم الكلام ده. ما كده ده طبعا خطأ اللقي. طب خطأ التطريح. خطأ التطريح بقى لو جينا هنا كمان. هبصة لان انا هنا عندي المشت. المشت كويس واحد او ما فيش اي مشكلة. والمشت ده متقسم ابواب. هنعمله ابواب عشان يبقى ظاهر قدامي. بالشكل ده كده. دي ابواب المشت بتاعتي. خطأ التطريح هنا هيبقى ايه? هيبقى هنا بيقول لي فتلتين في الباب. هو قال لي كام? فتلتين في الباب. دي موجودة ودي معاها. دي موجودة ودي معاها. طب دي الوحدة. دي موجودة ودي معاها. دي موجودة ودي معاها. دي موجودة ودي كمان معاها ودي كمان معاها. وراح هنا عمل اتنين. اللي هيحصل هنا على القماش دي هتبقى المسافة ما بين الفتلة دي والفتلة اللي جنبها واسعة لان هي خدت حيز فتلة واحدة. طيب في اللي جنبها نعملها باللون الازرع عشان تبين. هنا طبعا احنا قلنا المسافة هنا كبرت. وهنا في ضغط على الخيوط. في تجميع هنا. في تلاتة بقوا جنب بعض. واحد واتنين وتلاتة. المسافات هنا ديقت. فحصل الضغط. حصل تكدس هنا. فدي برضو من ضمن العيوب اللي هتجيلي برضو من ضمن اخطاء التطريح. سواء انا كنت زوت عدد آآ لحمات آآ عدد فتل جنب بعضها في الباب. او قللت عدد الفتل في الباب. ودي طعم ممكن غلطة غير مقصودة. بس تعودها اثناء عملية التشغيل المكنة صعب. ازاي انا هصلح ايب زي كده. معناها برضو ان هفكوا كل التطريح عشان اقدر اعيد التطريح بالشكل المطلوب. طب هنا هزوت فتلة طب وانا عندي اللقي مزبوط. بس هنا المشكلة هنا عندي في التطريح. مش في اللقي. فبالتالي خطأ التطريح ده هيعمل لمشكلة كبيرة وبرضو هيأثر على سطح القماش. طبعا هنقول ان هو مش القماشة اللي هتطلع مش بالشكل المطلوب. مش هتأثر معايا بالحاجة اللي هتبقى صعبة قوي. لكن هقول لك لا ده حاجة بسيطة جدا. انا لو مسكت القماشة بتاعتي كده. وروح ترفعها في الضغط. رفعتها بس. هنجيب ورقة بيضة كده عشان نرفعها. ونقول ايه الاصر بتاعها. ادي هنا عندي ورقة بيضة. كل عملته نرفعتها كده. طب لو الورقة البيضة دي آآ نسيج بتاعها تركيب النسج بتاعه سليم. لو حطت على اي ضوء هلقى من المستوى الاضاءة على سطح القماشة هنا واحد. موفوش اي اختلاف. طيب لو كانت فيها عيب. لو كان في عيب مسلا فتلة فيها مشكلة مسلا نقول زي العلامة اللي طال عالي دي. فتخيل بقى العلامة طال عالي دي عبارة عن شرخ في القماشة. يعني القماشة كلها متكدسة من هنا ومتكدسة من هنا. والعلامة الزرقة اللي ظهرها ليه دي? بتقول ان هنا في فاصل في شرخ. فلما اجر رفعها على الضوء او احطها على طرابست الفحص. هلقى ان الاضاءة خارجة من المكان ده كتير. معنى كده ان في الجزء ده كان التطريح مش مزبوط. عشان كده انا التطريح سهل ان انا اقدر اجيبه آآ بالنظر. لو رفعت اي قماشة ليه الضوء? هعرف انتجاه السدى وهعرف كمان كان فيه كان فتلة عندي في باب المشت. دي طبعا من ضمن ايه الحاجات اللي منتكلم فيها من ضمن عيوب السدى. ضمن عيوب السدى فتلة نقصة طبعا دي احنا قلناها بالنسبة للشكل ده ممكن تكون هي في الاساس نقصة في التالي. اقدر اعوضها لو انا اكتشفتها. احط فتلة وعملها لقيها وتطرحها. ما فيش اي مشكلة. بس لو كانت نقصة في النص. اقدر عوضها. مع ان طريق ايه? هي لو في الاساس ما كانتش كانت خارجة من التزدية وحصل مشكلة عندي في اللقي. اقدر عوضها. تعالى في التطريح بقى لو في المشكلة في التطريح صعب ان علاجها هتبقى صعبة جدا هتبقى فك التطريح كله. وهتبقى عطلة كبيرة عن المكنة واخسارة كبيرة على المصنع. نقص الفتلة صعب بالتفاليق هي اللي احنا قلنا عليها دلوقتي يكون فيه مسافات فاضية ما بين الابواب وبعضها بسبب الصمك الباب نفسه بتاع المشت ممكن يكون باب المشت معوج. فبالتالي برضو بيعمل لي شرخ بيعمل لي فلق بطول القماشة. فبالتالي القماشة فيها شرخ بطولها بسبب ان فيه باب مكسور او متني. ده بيعمل لي برضو تناهير. فبالتالي دي كلها عيوب اساسها السدى. بعد كده العيوب اللي بيشترك فيها السدى واللحمة مع بعض. اختلاف الشد على الخيوط. تشكيلة او خروج عن التركيب النزج. وده بيشترك فيه السدى واللحمة بعض. يعني معنى اصح لو انا عندي الجزء الخاص بتاع اختلاف الشد في الخيوط لان لو جنب عندي جنب مشدود زيادة وجنب مرتخش شوية فبهتلقى القماشة اللي بعملها زي الموج. هتديني القماشة ما ظهرها بالشكل ده. طيب لو عندي بقى مشكلة بسبب اتعاشق السدى مع اللحمة وانتجوا حاجة تانية عملت مشكلة مع التركيب النزج. زي مسلا لو دخنت الخيوط اتغيرت لو اتعاشقات نفسها حصل تغيير فيه عملت لقى بتاعي فبصت لقى ان التركيب النزجي ما بقاش مزبوط لو فطلة رحت في تركيب نزج تاني لو طريقة التركيب النزجي طريقة تشغيل نفسها على المكنة اختلفت برضو هتديني عيب على سطح القماشة. طب بعد كده بقى عايزين نعرف القماش الخام من القماش المجهز. طب هتفرق معايا في ايه? انا كراجل بفحص او بحل القماشة. هعرف هي مجهزة ولا غير مجهزة ولا خام ازاي? القماش الخام هو القماش اللي بيكون شغال على النول في ساعتها. في وقتها. وفيه صفة تاني القماش الخام اللي هو ما ممرش على اي عمليات تجهيز. يبقى في عندي خام وفي عندي مجهز. طيب مجهز يعني تشال من على المكنة وراح قسم التجهيز وتعمل له صباغة وتباعه وزالة نشا وكلام من ده. طب لو خام ممكن تكون كانت على المكنة بس خرجت من المكنة وماشة بس معي. ما تمش عليها اي مراحل من مراحل التجهيز ولا تغالت ولا تعملها تبييد ولا اي حاجة خالص. فده نوع من عنوع القماش. طب اعرفهم ازاي بقى? ايه الحالات اللي قدر افرق ما بين النوعين دول من القماش. طب انا ليه باخد بقى الحتة دي دلوقتي? لان انا كل اللي هاخده في الامتحان بتاع عينة قماش. وهوضح الكلام ده عليها. انا كده بدأت ادخل في الاجزاء المطلوبة بداية من اول ما دخلت في العيوب وده سؤال لوحده. بعد كده التعرف على الخامات وتعرف على وجه القماش من ظهره وتعرف كمان على نوع القماش هو خام او مجهز. ده بداية برضو شغلنا بتيجي برضو عليه اسئلة منفصل. تعالوا نشوف ازاي فرق ما بين القماشة دي ومعضع. بيقول لي ايه? القماشة المجهزة. من حيث المظهر القماشة المجهزة نفسها. جزابة. نتيجة لما تم من اعداد لها حتى تكون في افضل صورة. يعني انا زبطتها وروقتها وطبعتها وعملت فيها كل اللي انا نفسي فيه عشان تظهر بالشكل كويس. اما لقماشة الخام ما ظهرها طبيعي. عادية. طبق تشعورا في حالة اه الاعداد وتحتاج يعني از كانت ان هي ما تمش اي اعداد عليها بتدي شعور ان هي لو ماشي عادية وماشي شكلها وحش كمان. وبتحتاج لتجيز. طب افرق لكم بان اللي تندل ازاي? شفتوا القماش بتاع اللي بيستخدمه المنجد في التنجيد. في نوعين من القماش بيستخدمهم? او كانوا الناس بتستخدمها زمان يعني حتى لو سألت اه يا حد كبير شوية واتعاصر الموضوع ده طبعا دلوقتي الموضوع اختلف في عملية التنجيد بقى معظمه بقى نظام الجاهز اللي هو نظام السوسط وكلام من ده. لكن تعالها زمان بقى لما كان بيجيب القطن ويجيب المنجد ويقعد عندك ويجيب المكنة بتاعته في الشارع ويقعد ينفض القطن قدامك ويجمعه في اكياس والاكياس دي اللي بفها تاني بكيس تاني. النظام ده كان بيستعمل نوعين من القماش. وكانت اه تيتا او ماما كانوا بيشتري القماش ده ولازم يقوموا بعملية عليه الاول قبل ما الراجل ده يقوم بتنفيذ المرتبة او الجزء اللي هيستخدمه عنده في عملية التنجيد. كانت بتشتري القماش كان اسمه ضمور وكانت قماشة تانية اسمها البافتة. الضمور هي دي القماشة الخام. بتلاق قماشة شكلها سيء لونها اصفر كريمي فيها بعض النقط السودة قبل او ما تشتريها على طول تقولك انا لازم اعمل لها عملية غالية. هي بتعملها بناءنا على خبرتها في الحياتها العملية في وسط الاهل وكده. لكن هي ما سألش نفسها بتغليها ليه? هي بتقول انا بغليها بس عشان تكش. هي بتغليها عشان هي عارفة لو هي ما غالتهاش دلوقتي لما هو هينفس بيها التصميم بتاعه القماشة هتكش فحجمها هيقل. طب هي بتعمل كده بناءنا على ايه? الخيوط عندي بتكون مشدودة على مكانة النسيق. وبيكون نازل عليها طبقة نشا. فبالتالي عشان احاول القماشة دي القماشة سهل استخدامها وتمتصر المية طبعا النشا بيمنع المتصص المية. فبالتالي ما تعرفش بتعمل كده ليه? لكن يا كل اللي بتعمله عشان ما بدأ ان القماشة هتكش. لا. ده هي بتحاول تشيل كمية النشا اللي كانت موجودة على خيوط السدى. عشان تبقى القماشة تتشرب المية. فاذا قدرت تتشرب المية هي بقيت قماشة سهلت ايه? سهل التعامل معها. فبالتالي سهل غسلها وسهلت ايه تدولها. اما القماشة البافتة فهي كانت قماشة في الاساس ضمور. بس تم عليها عملية تجهيز راحت مصنع التجهيز او مصنع السباغة والطباعة وتم غليها وتم ازالة النشا وبعد كده تم تبيضها مرة واتنين. مرة بالكلور. يمكن الناس بتستخدم كلور بس مش عارفا ان هو بيستخدم اساسا في تبيض القماشة عندنا في المصانع. ومرة تانية بمية الاكسوجين. ومية الاكسوجين مشهورة اكتر بيستخدمها البنات اكتر انه بتغير الوان الشعر بسرعة. فبالتالي تخيل انت بتستخدمها كمان على الامشة عندي او الخيوط عندي الخيوط الاثنية بالذات. فبالتالي هيديها البيض الناصع اللي هو لون الورق الابيض اللي احنا بنكتب عليه دلوقتي. فبالتالي دي برضو نوع من انواع الامشة اللي بستخدمها. دي تم تجهزها يعني كانت قماشة خام عادية وتم غليها وتم تبيضها ويبقت جاهزة للاستخدام. القماشة دي لو دلقت عليها مية بتمتصها. اما القماشة الخام ما بتمتصهاش. فبالتالي ده دليل عشان اقدر افصل ما بين النوعين دول اثناء عملية ايه? الخلط. طب عشان اعرف القماش وشه من ظهره. القماش الوش من الظهر ازا تبان ان احد سطحها القماش يتماز بمظهر خاص يعني متلمع وشكله حلو. يبدأ الوجه بتاعه. او ان كان فيه ما المسه ناعم او ان كان فيه زخارف واضحة. وكذلك خطوط التراكيم النسجية واضحة عليه. فده بيكون دايما الوش. اتجاهات السدى من اللحمة. ازا كانت القماشة اقلام فاتجاه الاقلام السدى. ده دايما بنقولها لولدنا عشان نفرق ما بين الخيوط واللحمات. ازا كانت القماشة اتجاه اقلام سدى. طب لا قرهات سدى ولحمة. يبقى اتجاه الالوان الاكتر هيكون اتجاه ايه السدى. لان اقدر حط الوان كتير جدا فين على التزدية اثناء عملية الايه? عملية التزدية. يبقى كل دي حاجات انا ببدأ ان انا افرق بها ما بين خيوط السدى ولحمة. الفتلة السميكة لحمة. الفتلة الرفيعة سدى. الفتلة الزخروفية لحمة. وهكزا. حاجات كلها ببدأ ان انا افرق ما بينها وبين بعضها وبين التجاهات وبعضها ده طبعا هنشوفه ان شاء الله في الحلقة الجاية. هنتكلم عن الفرق ما بين او ازاي فرق ما بين التجاهات السدى واللحمة. وكمان ازاي افرق ما بين الخمات. وازاي اختبارها واعرف ده قطن او ده لحمة. وقدر افرق القطن او كتان او صوف ايا كان نوع الخامة نفسها. اما اللحمة زي ما احنا قلنا بتتفارعوا بين الخيوط وبعضها. دي برضو لها طريقة ودها نفسرها ان شاء الله في الحلقة الجاية. وقتنا خلص معكم بسرعة. كنا نتمنى ان نقعد معكم اكتر من كده ان شاء الله في الحلقة الجاية. هنعوضكم الجزء الخاص بالفحص والتحليل. تابعونا تابعونا على قناة اليوتيوب الخاصة بينا. ابعتونا الاسئلة احنا بنرد بنفسنا كل المدارسينا بيردوا عندنا اه في القناة. امتداد القناة فني او او اف ا ا ا ا ا ا ا ا دي يو سي. تابع بس على اليوتيوب هيفتح لك القناة بتاعتنا او على متداد قطاع التعليم الفني برضو كل مدارسينا قاعدين وبيردوا على كل اسئلتك واستفساراتكو. في نهاية حلقتنا احنا بتنملكوا التوفيق. ونشوفكم على خير الحلقات الجاية. وإلى اللقاء.